الأحداث أصدرت مصادر أمنية بعض البيانات فقد صرح مصدر أمنية أن المتابعات الأمنية رصدت قيام عدد من طلبات جامعة عين شمس المنتمينة لجماعة الإخوان بحسب مجاء في بيان الوزارة بالتجمع بشارع الخليفة المأمون وقطع الطريق في الاتجاهين أمام الحركة المرورية تدخلت قوات الشرطة وقامت بإنذارهم إلا أنهم لم يستجيبوا وتعدوا على قوات الشرطة وقاموا بإطلاق أعيرة خرطوش تجاه قوات الشرطة نجم عنها إصابة مجندة بطلق خرطوش بالوجهة فتعاملت معهم القوات بالغاز المسيل للدموع وتمكنت من تفرقهم وتسيير الحركة المرورية وضبط 25 منهم بحوزة أحدهم اتنين طلق خرطوش وقمبلة غاز وده مسألة أعتقد أنها تحتاج إلى تفسير قمبلة غاز في حوزة المتظاهرين يعني قناة بالغاز كيف يمكن الحصول عليها وإيه مصدر وجودها في يد حد غير المفترض الشرطة